مرحبا بتمنى تكونوا بخير وينما كنتوا عم تسمعوا طاقة حب حلقة اليوم رح نحكي عن موضوع بهم كل حدم منا وهو أسامينا قدي اسمنا اسم العلم أو اسمنا الصغير عنده طاقة وهيدي الطاقة فيها تكون عم بتأثر على كل مسيرة حياتنا اسم عائلتنا لقب ممكن يطلق علينا اسم دلع أو اسقطات معينة بتنقال عنا من خلال أسامي أو كلمات إلى وصفنا نحن وصغار أو نحن وكبار قدي هيد الطاقة فيها تأثر علينا كيف فينا نتحرر مننا وكيف يكون عنا وعي نحنا إذا عم بيصير عنا أطفال أو عم نقرر يكون عنا أطفال بالحياة نكون عم نتنبه شو الاسم اللي نحنا فينا نختاره لقلون لما نكون عم نرجع نعيد نفس الشي اللي صار معنا بالحياة وضيف اليوم بهيد الحلقة رودريك حمال المخرج سينمائي ومعالج بتقنية الثاتة أهلا وسهلا فيك رودريك بحلقة جديدة من طاقة حب مرحبا ميرايا كيف فيك؟ أنا بخير الحمد لله وأنت ما إيش الحال؟ اسمح لي بس رودريك ببداية الحلقة وجه طاقة حب وسلام لروح شيرين أبو عاقلي الصحفية والمراسل اللي تم اغتية للأسبوع الماضي السلام كل السلام لروحها وكل الحب والسلوان لعيلة شيرين لأصدقاءها لزملائها لكل الناس اللي بتحب شيرين لكل الشعب الفلسطيني والشعب العربي شكرا وأنا بضم صوتك لصوتك وسلام لروحها شكرا فبالعودة لموضوع حلقتنا مثل ما قلت بالمقدمة اليوم عم نحكي عن الأسامة أسامينا قدي فعلا اسمنا عنده طاقة وقديش طاقة هيدا الاسم ممكن تنعكسه على مصار حياتنا قبل ما نبلش نحكي عن طاقة الأسامة للي عم يسمعوا يمكن أول مرة عم يسمعوا هالحلقة ومش سمعين حلقات قبل خليني بس أعمل إرجاعك مثل تذكير عن الكلمات بشكل عام قدي الكلمات بحد زيتها عندها طاقة كل كلمة إلى ذبذبات خاصة سواء سلبية أو إيجابية نعمل كتير تجارب لينحكي عن هيدا الشيء لأثبات هيدا الشيء وبعد في ناس عندها شكوك أنه سواء بالاختبارات أو شكوك بفكرة أنه الكلمات عندها طاقة نحنا اليوم ما رح نستعرض هالتجارب كلها موجودة أونلاين اللي بدوا يقراها أو يحضر عنها بكل بساطة بدي استعرض أسئلة تدخل المستمعين شوي شوي بل شوي يفكروا ويفهموا عن شو عم نحكي ليش منفرح بس حدا يقلنا كلمة بحبك أو بحبيك ليش بس حدا يعطينا إطراء على طيبنا على شكلنا على الشغل اللي عملنا منشعر بنوع من سعادة واكتفاء أو بس حدا يوجه لنا كلمة بشعة سواء كانت انتقاد أو زم منزعل من الدايع بينخط جسمنا ليش منقول أوقات تعبير كتير كل حدا منا قيل أنه بيشغلنا أنه كان بدي بس كلمة نارسي أو شكرا تحس أنه تعب مراحة الفاضي حتى في أشخاص ببداية علاقاتها كتير بتتردد وعندها بيكون في توتر حول كلمة بحبك أو بحبك لأنه هاي الكلمة مثل كأنه بتحدد مصير العلاقة وبتعنيله هاي دي الكلمة وكل كلمة منسمعها كل كلمة منقولة كل جملة مركبة من عدة كلمات فيها يا ترفعنا أو تحسسنا أنه عندنا قيمة وفيها بنفس الوقت تكون كلمة أو جملة تنزلنا تجرحنا أو مثل ما منقول باللبنانة بتسملنا بدلنا على هالأساس الكلمات ومننا الأسامة سواء مثل ما ذكرت الاسم الأول أو اسم العيلة أو اسم الدلع هو لكلهم عندهم طاقة وتأثير على حياتنا وتفكيرنا وكيف العالم تنظر لألنا أو حتى كيف نحن بننظر لنفسنا الأسامة بالنهاية مثل ما قالنا كلمات مركبة من أحرف الأحرف عندها كمان زبزبات وسواء كانت باللغة الإنجليزية أو العربية أو الأجنبية اليوم رح نحكي أكتر بشكل عام عن الأسامة باللغة العربية في أسماء مثلا المعنى طبعا كتير بديهة معروف بس نقول حدا اسمه فرح كريم أمل وديع هادي جميل أسمى إلى آخرها في أسماء مع الوقت صار في عليا شوي التحديث أو من شاءات بدل واحد يرجع لأصل الاسم ليعرف شو معناه لما أهلنا بيختاروا لنا الأسامة تبعنا اختاروا لنا الأسامة أو لما نحن نختار أسامة أولادنا في عدة عوامل بتلعب بتحديد الخيار رح أذكرون وفينا شوي شوي نحكي عن كل مقطع أوقات منختار الاسم فينا منحب الاسم بس ما منعرف معناه أوقات منحب الاسم لأنه منعرف شو معناته أوقات منسمى على اسم الجد أو الجدة أوقات منختار اسم في أهل بيختاروا يسموا أولادهم على اسمهم هنة وبيعملوا مثلا يا بيكون اسمه ركب كومبوزي أو بيزيدوا مثلا جونيور أوقات في عالم بتسمى أولادة تيمونا بالمشاهير أو اسم شخصية بمسلسل كتير بيكون بفترتها كتير أخي الضجة أسامة قادة وزعماء من التاريخ أو زعماء حاليين أوقات منختار أسامة لأنه في عنده دلالة دينية معينة وهذا الشيء بيعبر عن انتماء أو وفاء لديانتنا أو ممكن يكون نوع من ندر أوقات بعالم بيسموا طفل على اسم حدا بالعائلة توفى خلال فترة الحمل سواء بطريقة طبيعية أو طريقة مؤلمة وتعتبر الأم أو البي إنه هذا الخيار هو نوع من تكريم للشخص اللي توفى وفي أهل بيفقدوا حدا من أولادهم بس يجي الولد الجديد بيتركوا نفس الاسم بغض النظر أوقات في يكون يعني اللي توفى صابق بيتركوا الاسم للبنت والعكس في ناس بتسمي ولادة على أحداث معينة أو حوادث يمكن طبيعية أو صارت بفترة ولادة الطفل يعني سمعنا عن كتير عالم سمت ولادة كوفيد أو كورونا في عالم سمت ولادة بناتها كم حدا سمعت عنه سموا بيروت من بعد الانفجار اللي صار ببيروت في أسامة مدن واضيع بفلسطين مثل بيسان سلوان وفي أشخاص كاتجوري أشخاص بتسمي ابنة أو بنتة على اسم الأكس أو الحبيب السابق من دون معرفة الشريك الحالي لأنه بيكون مثلا الأسمة بيعني لهم كتير أو العلاقة بتعني لهم كتير كل واحدة من هولي اللي ذكرتون كل خيار عنده تابعات إيجابية أو سلبية بغض النظر إذا الاسم بحد ذاته هو اسم حلو أو لا وهون بيكون في عنا إذا ما نبلش نحكي عن الطاقة في عنا طاقتين بينحكي عنه طاقة الاسم وشو معناته وفي عنا طاقة النية اللي تسمى الشخص على أساسها فتنفهم نحن الطاقة اللي حاملينا ضروري نعرف شغلتين معنا اسمنا ونعرف ليش أهل نختاره وإذا بدك فينا نبلش هلأ نحكي نعطي أمطال عن كل ما بتحكي لعنا أكيد كمان بدأ ضيف من الأسامة اللي بيتم اختيارها أيضا هي أسامة حيوانات يعني اسم أسد أو شبل أو ليث أو نمر كمان قد بيكون إلى طاقة طاقة هيدا الحيوان وكمان شو بتاعني وليش في عالم كمان بثقافة التسمية بيعتمدوا تسمية الحيوان لأنه كمان في كتير قصص على هيدا الموضوع إذا بتحب تطرق عليهم أنت عم تشرح هيدا عادة من زمان كتير عند العرب كانوا يعطوا أولادهم أسماء حيوانات مثل ما قلت سبع أسد عقاب سكر ليث لحتى بس يكبروا هولولاد يكون نوعا ما اسمون هو بس كافي أنه يعطي هيبة ورهبة أو إذا عندهم أعداء يكون لأنه هذا الوضع إذا رح يكبروا يصير هو إذا بدك الشيخ القبيلة أو هو إذا بدك المسؤول عن هيدا الضيعة يكون فيه من نوع من رهبة وتخويف للأعداء إذا فيه أعداء ولا يفرجوا أنه أولادهم عندهم شجاعة هالحيوانات المفترسة أو عندهم إذا بدك الصفات اللي عندهم إياها هالحيوانات خاصة بس نحكي عن أسد وليس وعقاب بيكونوا في صفة معينة بهيدا الحيوان بدهم أنه تنطبع وتفرج بأولادهم وهون مثلا السؤال اللي بيطرح نفسه أنه يا ترى قدي نسبة الشجاعة عند هيدا الشخص اللي ولد اللي تسمى بهالإسم مثلا سبع هل هو شجاعة لأنه الشجاعة هي فضيلة أو لأنه بلا ما يعرف بين حد تحت الأمر الواقع وأنه شو ما صار بحياته لازم ما ينكسر أبدا وما يبدأ أي مشاعر لأنه طبيعة الحال أنه السبع ما بيبكي لأنه هو حيوان مفترس فهون ما نبلش شوي نفهم كمان وقع الاسم وقداب يعطي نوع من عبق أو مسئولية بالعودة كمان بالذكر عن التاريخ في مثلا بالعصور القديمة ببعض الحضرات ومنها عند الأشوريين كانوا مثلا يسموا أولادهم أسماء بشعة لا يخدعوا الآلهة وما يضطروا أنه يضحبوا أولادهم أو لا يتجنبوا أنه أولادهم يتعرضوا لخطر أو لموت ويتركوا الأسماء الحلوة للخدم اللي عندهم أو العبيد بوقتها باعتبار أنه إذا ابنهم عنده اسم بشعة يعني الآلهة ما رح ينتبهوله وبالتالي ما رح يصر له شيء حتى بعرف قصة بالضيعة اسمعتها من كتير زمان عن مرة كانت كلمة تحبل بولد يصير فيه مع أجهاض وتخسر الولد لحد ما مرة قلت له جارتها أو صديقتها بس يخلق الولد سميه اسم كتير بشعة ومثل كأنه خلاص ما بيصر له شيء وهيك صار وكبر الولد وحمل هيدا الاسم اللي كتير تقيل وما كان مناسبه وما فهم ليه مسمى هيك بس لأنه أمه كان بده تحافظ على حياته فهول من الأمثال يعني قديه الاسم أوقات بيكون أكبر منا وبيحط لنا عبق أو توقعات من اللي عطيونا هيدا الاسم أنه نحنا لازم نكون بما ثابت أو على مستوى هيدا الاسم حكيت منه شوية عن اللي مثلا أهل اللي بيعطوا أسامة بيسموا نفس اسمهم وبيزيدوا مثلا جونيور يعني مثلا إذا حدا اسمه وديع بيسمى ابنه وديع جونيور يعني أي وديع الصغير هون طلقائيا البي عم يعمل إسقاط على هيدا الطفل أو الأم إذا هي خطارة الاسم عم يصير في إسقاط على هيدا الطفل أنه منه يعني هو نسخة مصغرة عن والده أنه رح يلحقه بيكبر هيدا الولد مصدق باللواعي أنه هو لازم يشبه بيه أو بيشبه بيه ولازم يورد كل شيء ولازم يلحق حتى مسيرته المهنية طبعه كل هؤلاء للقصص تقدر يكون هو أنه مستحق هيدا الاسم هون إذا ما نحكي بيعلم النفس من جهها اختيار الوالد لهالاسم أو للأهل وهيدا الشيء هو كمان فيه نوع من الأنانية أو النرجسية ورغبة باللواعي أنه هيدا الولد يكون نسخة منه أو يحقق شيء بهو صغير نحنا محققناه لما نحنا كنا صغير مثل كأنه وديع جونيور هو بدي يصلح الماضي ويشوف جروحات الوديع البي وهون الصبب يكبر باللواعي ما رح يقدر يشوف أنه هو عنده كيانه الخاص أو يقدر يطلع خارج الإطار اللي نحطط له مع هيدا الاسم وفي كتير أولاد بيصير عنده نزعة أو رغبة للهروب من هالمصير وبيتحدوا بيهم العلاقة مع البي ما بتكون صحية من وراء هيدا التسمية أوقات في أشخاص بس مثلا ذكرت أنه في ناس بتسمى أولادة أو بناتها على أسماء مدن في ناس ممكن تقول أنه اسم هيدا المدينة كتير حلو أو بيعنينا أو هاي المدينة قطعت بكتير إشياء وقت خلق الولد كان عم بيصير فيه مثل ما صار مثلا انفجار ببيروت أو كان عم بيصير فيه اعتداء أو شي حدث كتير قوي فبيكون اختيار هيدا الاسم فالناس هلا إذا عم تسمعنا ممكن تقول بس ما حلو اسم هيدا المدينة نحنا عم نكرمها للمدينة نحنا عم نحبها أكتر أدا هو صحيح اسم المدينة كتير حلو أو كان مش عاسم مدينة حدث معين ولكن أدا طاقت هالمدينة والحدث وقت خلق الولد وشو كان عم بيصير وتم اتخاذ هيدا القرار انه نسمى هيدا الاسم كمان فيها تكون تقل على الطفل أكيد يعني هو فيه كن ذكرنا بالأول فيه كن الاسم حلو معناته حلو يعني إذا ما ناخد سلوان أو بيسان يعني الاسم حلو بس ما نعرف لما تم اختيار الاسم شو كان عم بيصير بهيدا المدينة هل كان فيه سلام هل كان فيه كانت كل شي حلو أو كان فيه أحداث منا حلوة عم بتصير أو يمكن الأشخاص العيلة تترك هيدا الضيعة أو المدينة اللي هن فيها ولما ينسوا بيعتوا الاسم لابنتهم أو لابنهم ما هون الطاقة اللي حملتها كانت هيدا المدينة أو الضيعة بوقتها عم تنتقل لأنه الرغبة بالوقت اللي هن نقق اختاروا هيدا الاسم كانوا حسين بواجع كانوا حسين بحزن كانوا حسين إنه عم يمكن يتهجروا من هيدا المدينة أو الضيعة أو عم بيحطوه على الولد أو على البنة لبس يكبره ويضل في إنه ما رح ننسى ضيعتنا وما رح ننسى مدينتنا طب ما ليه عم بتحمله فيه الولد يكبر ويعرف هو أصله من وين ويعرف تراثه وتاريخه بلا ما يحمل طاقة الاسم يعني كمان أوقات فيه نوع من هون بتكون شوي بتكون بلحظة عواطف أكيد بس فيها نوع من أنانية لأنه عم بينققوا هن شو بيحبوه وعم بيحطوه على الولد بلا ما يعرفوا أنه برك الولد بس يكبر إذا رح يكون حابب هيدا الاسم ممكن فيه عالم بس تكبر تنزعج أو يصير عنده أحراج أنه اسمه على اسم مدينة أو ضيعة فلازم يكون فيه هون وعي ليه عم نختار هيدا الشي نفس الشي للعالم اللي بتسمى وهيدا كتير شائعة بالعالم العربي لما يسموا الطفل أو الطفلة على اسم الجد أو الجد أو الخال أكتر شي الجد والجد أنا بصراحة ما كتير بأيد الفكرة وأنا كتير شو بقولوه سعيد إنه حظي كان حلو إنه ما تسميت على اسم حدا من جدودة مش لأنه ما بحب جدودة لأنه أول شي الاسمين بلاقيهم نوعا ما تقال وهلأ يمكن بالله هيدا العصر ما كانوا رح يكونوا مادر سو أنا رح يكون كان عندي مشكل معهم للأسامة تاني شي لما البي بيسمي ابنه على اسم بايو وبعدين هيدا الولاد بديسمي كمان الابن على اسم بايو إلى آخره عم بتضل طائد الاسم وشو نضاف علي من حياته للأشخاص عم تتوارد وتنتقل من جيل لجيل وعم يتوارد معه أنماط ممتدة من أول شخص كان معه هذا الاسم لأنه حسب أول واحد أول مثلا واحد سمع اسم جده مثلا عمر بعدين بيسمي البي وعمر طب ما أنا نعرف عمر الأساسي كمان شو كانت قصة حياته قده كان في دراما بحياته قده كان في تقل ونشوف شو عم بيضل توقعات وإكسبيكتاشنز عم تنتقل وبدأ تنمد على كل الأشيال التي تتسمى بعدين يصير اسمه عمر وكثير في بيعنا بالمجتمع العربي هذا الشي يعني متوقع وبيسبب كثير قوات مشاكل بالعيا لأنه بيكون في قبل جاهن ولاد بدون يسموا اسم مختلف عن أسامي أهلون بس لما يزعلوا أهلون بينحطوا مثلا بينحرجوا وبيضطروا يسموا الاسم وهن ما بيكونوا راضيين قد هيدا هيدا العدم الرضا جاية هيدا في طاقة معينة أنه أنا غصبا عنه عم سمي وهيدا كمان بدون يكونوا وعين العال أهل لأهلون أنه عم تسموا اسمه أنتو مش راضيين عنه يعني فيه النية اللي نحطيت أنه عم تعطوا فكروا فيها عم بتسموا اسم ما بتكون ايه وفي أوقات بيصيروا بعدين هو بس كبر الصباح يغيرول اسمه يعني بيخلق هيدا الشي كمان من لغط عند الولد وخليني أوضح شغلي هون لأنه هلأ في كتير عالم تسمع رح تقول طيب ما أنا بسميت بنتي أو ابني على اسم بي أو أمي لأنه بحب بحب الاسم وذكر حلوة وبعطينك ها مادر وما بيكون نفس الاسم أنا جوابي طيب ليش بدنا نستخدم ابننا أو بنتنا لنفرج منساهون أو نحن منحب ليه بدنا ليه في حياة جديدة بدو ينعطاها اسم حياة عاشد ليش بدو الاسم يضل يتردد بالحاضر تا ما ننسى الماضي لما نعطي اسم جديد مش بس عم نكسر نمط عم نعطي أولادنا فرصة وحرية متل ما قلت يكونوا شخصيتهم ياخدوا هيدا الاسم منريحهم من العبق أو الضغط أنه يكونوا مثل ما كان جدون أو عم ومما نحن منريح حالنا من التوقعات والتوقعات أنه يطلعوا مثلهم أو يشبهون ويصير دايما حتى مش بس في عالم بتسمي بتصير من هو صغير الولد مثل جدك مثل ستك مثل خالك مثل خالتك هو اللي كلهم الكلمات وين بدو يروحوا بيروحوا على اللواعي وبيصير الولد يصدق أنه مثل خاله وباللواعي بيجذب مواقف بحياته ليصير حياته بتشبه حيات خاله أو عمته إلى آخر فكتير من أنا نتبه على هؤل الأصص هو لكلهم طبعا نحكي على مستوى اللواعي لأنه فيها وقت الناس تقول ما هو اسم واسم كتير حلو ومثل ما أنت ذكرت أنه نحن نقدر للأشخاص فينا نكون نقدر ونحب ونكرمون ولكن بطرق كتير عديدة مختلفة بالحياة ونختار اسم جديد أوقات بيصير في زعل بالعيال أوقات الأهل بيكونوا هن متوقعين يعني إذا أولادهم ما سموا عاسميهم بيحط عليهم ضغط أو ويضع وأوقات في ناس في كتير قبلز بيسموا عاسم البي بس بيعيتولو اسم تاني للصبي أو للبنت كمان هنا الدعم بيفوتوا بصراع وبتقل فوق تقل الاسم أكيد يعني إنه إجزامبل هلأ إجا إسم عراس إنه فيكون البي اسمه جد اسمه أنطونيوس أو طانيوس يمكن اسم شوي يعتبر تقيل لهلأ فإنه بيسموه على الهوية هيك بس بيعيتولو أنطوني أو طوني بيكونوا مزعع له بس خلص من الأساس نحطي الطائط البي أو الجد فلاي بدوا يكون فيه دايما يعني لأنه بيصير بلما لا شعوريا كل ما بدوا يتعيط لهذا الولد أو بدوا يغيروه اسمه لما هو بدوا يجي دايما يعرف عن حاله مع أصحابه اسم أنطوني أو طوني بعدين بيعرفوا من هويته أو بيكون بالجامعة بيسجل إنه اسمه على الهوية وبيسألوا ليه وبعدين بيقولوا آل أنت استحبي اسمك الأساسي وصير هذا مع كثير عالم بعرفها أنه أخذوا كثير موضر من اسم اللي تسموا عليه لأنه منهم مرتاحين مع الاسم ونحن كمان نفكر أنه هذا الولد هو ما في يسمي حاله هو صغير بس ما خلينا نفكر فيه أنه هذا يكبر أنه يكون مرتاح فيه الكمبينايشن بين اسمه للشخص مع اسم عيلته ما بتركب أبدا وهذا حديث ثاني يعني ممكن تسبب كمان مشكل للشخص صحيح لأنه اسم العيلة كمان بيكون له خاصة نحن نحكي عربيا يعني اسم العيلة له معنى فهوقات بيجي الاسم الصغير مع اسم العيلة مع بعضون كمان بيخلقوا طقل أو طاقة لأنه بيكون الاسم الصغير حلو واسم العيلة حلو بس هيك عامل كأنه مثل شعر أو راعم معين فهي كمان إذا بدنا نحكي أواد فيها تكون الأسامة حلوة بس كمان عم تفرض شي معين على الأطفال أو بس يكبروا أكيد لأنه ما هول الأشخاص بس يكبروا خاصة هيد ممكن يعانوا منه رح ياخدوا العيلة فأوقات هني بيكونوا اسمهم لحاله راكب ما فيه مشكل بس لما ينحط مع اسم العيلة زوجهم هون بيصير في أوقات ممكن تسبب إحراج يعني بعرف حدا كان معي بالمدرسة من بيت مرعب هيد مثلا نعطي إجزامبل هيد اسم عيلة مرعب أكيد كان بلشت من زمان كالأب أو كصفة لهيد العيلة وبعدين خلص تسجلت بالدوير وصارت عيلة رسمية هيد بحد زيت كمان كلمة مرعب ما حدا بحب فهيد الصبي بيوا من بيت مرعب أمه مسمينا أهلا من هي وصغير منظر لأنه قرروا أنه اسم هيك منظر ويمكن ما بعرف إذا هني أصلا عائلتهم بيت حلو أو جميل يفكروا أنه الكمبينايش حلو لسهو حظة تزوجت حدا من بيت مرعب وصار اسمه منظر مرعب هيدا الشيء كان كتير يعمل له إحراج للصبي ووقت كان ينسأل عن اسم أمه كان يغير اسم أمه ما حدا يتحك عليه فأكيد هي كان عنده مشكل وهو عنده مشكل دايما نفكر بيهول شوي هيك نتسبق شو معقول يصير يعني حتى كمان نحنا إذا مش كأهل أو نحنا أولاد عنا وقات من حدا من اسم معين يعني إذا واحدة اسم فرح نحنا بلا ما نحاس نتوقع أنه لازم تكون هيدا حدا دايما مبسوط وحيات حلوة إذا حدا اسمه هادي يعني هيدا لازم يكون دايما عن جد اسم عم وسمة هيدا دايما بنستعمل التعبير اسم عم وسمة أنه لازم يكون دايما هادي وأعصاب وريئة سأنه هادي يمكن قويت حدا طبعه ما هادي يعني هون كمان طاقت الاسم نعطته بس يمكن هو يعني ياما كان مرتاح مع الاسم أو ربي بيجا وما خليه ياخد الصفات الصفة طبعول الهدوء سو كمان ما يكون عنا نحكم على الشخص كمان من وراء اسمه ونقدر أنه هو بيشبه اسمه لأنه فيكون بيشبه والشبه ما يكون منيح والعكس صحيح يعني في ناس فيها تقول حتى أنه اسمك مش ظابط عليك يعني فيكون مثلا اسمه كريم بس أو توقعات يكون هو كريم بكل الوقت أو جميل أو جميلة بس الناس يعني بمنظار العالم كيف تطلع على الجمال أنه منهم هن جميلين بنظرون بيصيروا كمان يعيرون أو كمان أو تصل لحد التنمول اي مثل ما قالت يعني نحنا علاقتنا بأسمينا علاقة كتير مهمة وحميمة هيدا أصلنا يعني هيدا منعرف حالنا في هيدا الاسم اللي بس حدا يعيت لنا منرد هيدا الاسم اللي نازل على هويتنا هيدا الاسم اللي خلص هيدا اسمنا فنحنا لازم نكون متصالحين مع هيدا الاسم لازم نفهم ونفهم شو معناته ليش حملينا لهيدا الاسم بغض النظر إذا من حبه أو لا وفينا هلأ نحكي بعدين عن كيف فينا نتحرر من الاسم كهو كاسم ومنطقته للاسم بس قبل ما نوصل لهيدا النقطة لأنه من الكمان الأمثال اللي ذكرناها بالأول الأشخاص اللي متدينين أو اللي بيكون عندهم ندر وبيسموا ابنهم أو بنتهم على اسم ممكن قديس أو رسول أو نبي هون اللي بيحملوا هالأسامة عندهم حرية الخيار لايعرفوا شو بدهم ياخدوا من طاقة هيدا الاسم ويعرفوا شو بدهم ياخدوا وشو بدهم يتركوا مع الاحترام طبعاً لكل الدينات والخيارات الدينية بس أوقات فيه أشخاص بتكون تسميت باسم معين بتكبر بتعيش نوع من صراع بين اسمها وخياراتها ومبادئة الدينية لما تكون هي كبرت أوقات فيه أشخاص بتغير بتعتنق ديانة تانية وبتحس أنه بضرورة كمان أنه بتتغير اسمها لتياخد اسم بيشبه الديانة الجديدة فيه حتى أشخاص بيكون عندها مشكل أنه ما بتحب يكون عندها اسم له دلالة دينية خاصة ببلد الديانة فيه ممكن تكون نقطة كتير حساسة ويمكن الشخص ما بتضير البقية يعرف شو دين توفي عالم ما عندها مشكل في عالم بتفضل تترك هذا الشي خاص فله للأشخاص سوى بتكون تحافظوا على اسم أو تغير النصيحة هي أنه عرفوا أصل الاسم تعرفوا على أول شي شو معناته تعرفوا على سيرة الشخص اللي حملين اسمه شوفوا شوفوا نقاط متشابهة شوفوا شوفوا نقاط اختلاف وفهموا الفرق بين كون وبين هيدا الشخص اللي تسميته على أساسه يعني ممكن أنتو تكونوا حملين اسم بس ما ضرورة تحمله نفس القصة تعوضح أكتر يعني في أشخاص خاصة بالدين المسيحية بيعملوا ندر أنه إذا أجاه هنصب أو بنت بدوا يسموا على اسم إديس وأغلب الإديسين سيرتهم الذاتية بتكون فيها ألم بيكون فيها تضحية ووجع وأساوى فهن مثل هيك ليعملوا تكريم بنققوا هيدا الاسم لأنه يعرفوا أنه هذا الإديس كتير تعذب هون بدوا يكونوا منتبهين هن اللي هلأ عم يسمعوا نويين يسموا هذا الإسم أو اللي حملين الإسم يقدروا يعرفوا ويفصلوا أنه أنا إذا اسمي X أو Y تابع لإديس خليني أخذ شيء يمكن الإجابة من حياته الفضيلة بس ما ضرورة تكون أنا حياتي بتشبه حياته أو في الأهل اللي بيقولوا إذا أجاني صبي رح سمي هيك أو إذا أجاني بنت رح سمي مثل إنه خلص بينحط شرط وبيجي الولد يمكن يكون بمحال حدا تاني بالكوبل ما كتير مقتنع بس بيصير في مثل أو إجبار وبينحط إنه إذا هلأ غيرنا رأينا شو معقول يكون نظرة هيدا القديس لأنه بيصير في خوف هول كلهم عم يترجموا لطاقة وعم تروح هيدا الطاقة على الاسم باللحظة اللي تسمى فيها وعم يحمل هيدا الولد سوهون كتير ضرور نفهم نحنا شو أخدين من هيدا الطاقة وياللي بدهم كمان يعني يسموا هلأ كونوا وعيين إنه برجع برد طاقة الاسم وطاقة مسيرة هالنبي أو الرسول أو الالديس ناخد مننا القصص المنيحة الفضائل وما ينكون حطين باللواعي تبعنا الجزء اللي فيه عذاب وفقر وتضحية إلى آخر في أوقات أشخاص بيحسوا بالزنب يعني بيكونوا كانوا عاملين ندر بدون يسموا اسم بس رجوا وغيروا أو حسوا اسم هيدا الالديس منه كتير مودر أو غيروا رأيهم وبعدين بيصير شي مع الطفل وبيصير يقولوا لأنه وفينا بندرنا مريد الطفل قدي هنا كمان كل اللواعي عم بيعمل هيدا الشي عم بيجزب هيدا الشي كرمال إحساس الزنب لأنه هيدا موضوع تاني يعني ما رح كتير فوت فيه بس بشكل موجز رح أحكي لأنه باللواعي كما قلت بيكونوا حسوا من نوع مثل صار فيه دين تيجي هيدا للإديس وبيعتبروا أنه إذا ما ويفيوا بهيدا الدين رح يصير فيه عقاب هيدا كمان علاقة منا صحية وقت نحكي عن الدين لأنه إذا ما نحكي عن الرب والإديس المهولة يعني يا بدنا نكون نحب إذا بدنا نكرم مسيرتهم ونحترمها ما لازم تكون العلاقة دونية وفوقية ومنخاف منهم وبدون يعقبونا ما هنهول أشخاص ارتفعوا يعني بمسيرتهم ومرقوا باللي مرقوا فيها يسموا ويرتفعوا عن القصص الدنيوية يعني ما هنهول أشخاص همون يعقبوا ويقاصصوا فإذا نفهم هيدا الشي لازم نرتاح من هون من ميل لأنه أكيد هيدا القديس إذا غيرنا رأينا ما رح يجي يقصصنا ويمرد ابننا أو بنتنا لأنه ملتزمنا بالقسم هيدا الشي أبدا منه صح صحيح لأنه هنه بمسلل بيرتفاع طاقتهم ووعيهم الحب والرحمة والمسامحة وكل الأشياء الفضائل الطاقتة مرتفعة صح كمعنا رودريك غير الاسم والاسم العيل ده أوقات اسم الدلع أو الكمية أو حتى أوقات وقت شخص من هو يعني بس يخلق أو يكبر بس يكون بعمر المراهقة ببلش يحطه على اسم أنه أبو فلان أو أم فلان يعني بيصير كأنه لازم يجيبه ولد ويسموه هاك وأوقات هيدا الشخص ما بيتزوج أوقات ما بيجي ولد أوقات هيدا الاسم اللي يمكن فرح فيه أنه يسموه هاك بس يصير عنده بلد يسمي غير اسم كمان اسقطات هيدا الاشياء اللي بتصير من ألقاب من كينيا من دلع قده بتأثر على الشخص بتأثر كتير خلينا أول شي نحكي عن أول جزء يلي أنت هلأ قلت عنه يلي هو أبو فلان وأبو فلان اللي هي كمان شائعة هيدا بالعالم العربي أنه في أشخاص بيجي ولد أو بنات ومع الوقت بيصيروا خاصة الولد الأول أو الكبير بيصيروا يسموا ما بعرف أبو رامي أم فؤاد أبو ليس أم جورج أبو أحمن مع الوقت بيبطل يعيطولن بإسم الأصلي بعيطولن بهيدا اللقب على حسب شو اسم ابنهم الأولان نوعا ما مثل كأنه كيانهم واسمهم الأصلي بيختفي وبتصير الكنية هي بتعرف عليهم من خلال دورهم الاجتماعي كبي أو كأم ومننسى أنه هذا البي كان وما زال يعني هو رجال شاب عنده اسمه عنده كان أحلامه عنده شخصيته والأم كمان كانت وما زال تسيده عنده شخصيته وكيانه حلو نفتخر بولادنا وأنه العالم تعرف مين ولادنا بس كمان الأحلى أنه نحن نبقى نحن ونترك اسمنا اللي يعرف عننا وفي شغلة هنا كمان بهيدا الموضوع بتصير مثل ما قلت فيه عبق يعني لأنه أغلبية هول الأبو وأم فلان لازم يكون اسم ولد صبي فبيصير أنه هيدا الزلمة تجوز بتجي بنت ما حيعيطوله أبو أبو مريم مثلا لأنه أكتر بدنو يختخر أنه يكون صبي وبيصير ما عم يجي صبي وعم يجي بنت بس لأنه ما حدا عم يقدر يعيطلو أم فلان أو أب فلان من وراء هيدا الشي وهيدا بيخلق عبق وبيصير في يعني تحميل من المجتمع وبيصير كل ما يجي بنت بيكون هم متوقع يسمع اسم صبي بعدين بيصير هيك من شو بقولوا عنا تعبير باللبنان مش من قلب يعني هيك من قفقيتهم بينققوا أسامة أنه خلاص بنت بنت لكانوا تركين الاسم اللي بدنا إياه لأسم الولد اللي يجي لا يصير في هيدا اللقب ومستحقه بالنهاية ابنكن أو بنتكن عندهم اسمون مثل ما أنتوا عندكن اسمكن لألكون احترموا كيين هالولد الرح يجي وخليكن عم تعطوا إيميل لأسمكن الأساسة أوقات لنقول كانوا عم بيقولول مثلا أبو ويسام أو أبو كمال اللي ممكن أكتر متعارف عليه أنه اسم رجل أو صبي وما أجه الصبي سو بيحطوا هيدا الاسم لبنت ليكون هو خلاص عم بيطبق هيدا شي أنه صار أبو كمال ووقت كمان بيناكس إحساس بالزنب على الأم لأنه ما عم تقدر تجيب الصبي لياخد هو هيدا اللقب وقدي كمان ووقت اسم الصبي اللي بس يعطى لبنت واسم البنت بس يعطى لصبي كمان وفي يكون بيأثر يعني الموضوع كتير كبير كتير فينا الغوص فيه بس عم نجلب نعطي هيك أمثال لأنه موجودين كلهم بمجتمعات لأنه نكون نقرب أكتر صورة ونرفع الوعي أكتر والنقطة اللي قلت عندنا كتير حساسة أنه لما يكون متوقعين يجي بنت ويجي صبي ويتركوا الاسم لأنه فيك أسامة بتزبط على الاثنين والعكس يعني مثل ويسام كمال إلى آخره لما يكون الصبي كان مفروض يكون بنت ونعطاه اسم بنت والعكس كمان هيدا الصبي رح يكبر أو البنت تكبر بتعرف تكتشف بعدين أنه هن أهلا كان بدون صبي فبيصير حتى طريقة التربية والتوقعات أنه بدنا نربيها البنت كأنه كانت مفروض تكون صبي والعكس كمان هون مش بس في الاسم عنده طاقة عم بيجر معه مواقف وعادات وقصص بتصير بالحياة اليومية بتصير بتخلي الشخص هو بين حاله ما يقدر يكون عن جد بطريقة صحية إذا كان ذكر أو أنثى أنه عن جد يكونوا يستوعبوا هيد الطاقة لأنه كمان في طاقة طاقة الأنثى وطاقة الذكر لما يختلطوا مع بعض من الاسم وشو كان الأهل بدون هيدا كتير بيأثر على شخصية البنت أو الصبع هن وعم يكبروا وفوق هولي ذكرت عطيت مثل أنه بيكبروا هول الولاد وبيصير فيه أوقات عندهم حسب يمكن شكلهم أو شي بصفاتهم بيبلش نعطاهم القاب يعني بتكون فيه أوقات بنت مثلا شعرات قصير أو تصرفات أو فيه شي بشخصيته شوي يمكن هيك فيه دلالات شوي ذكرية أو بحركات أو بطريقة لبسة ببلش يعيطول من هي وصغير أبو حسن أو معروف بالإنجليش Tom Boy أبو علي صح هول الألقاب كمان بيزيدوا يعني أول شي فيهم فيهم تنمر فيهم اللي تاحترام للشخص لمشاعره لخياراته الجندرية والجنسية ومثل كأنه ببلش يصير في إسقطات إنه هيدا رح تطلع تصير تكون مسترجلة أو هيدا الشاب بس يكون شوي فيه عنده يمكن حركات شوي فيه يمكن أنوسي بايش عطوله فوفو مومو هول كتير موجودين عندنا بالعالم العربي كمان يعني حكينا حلقة طويلة عن التنمر هيدا الشي وعواقب التنمر ونتيجة كمان خلينا نكون وعيين إذا اسمه الشخص فلان منسميله باسمه وهون مسئولية كل شخص هو يفرض على البقية إنه إذا أنا اسمي رودريج بليز بتعطولي رودريج ما بدي لأب ما بدي دلع إذا بدي دلع أنا بعط الإذن لبي أو لأم أو لشريك أو لصديق إنه يعطيني اسم دلع أنا بدي كون عاطل موافع لأنه أول شي إذا تسميت اسم دلع ما بيشبه اسمي أو جزء من اسمي يعني أنا في كتير عالم إنه إسمك طويل رودريج لأي يعني جزء صغير من اسمي أنا اسمي كامل ليه بتكون تاخدوا جزء من اسمي وتندهول في ليه مثل كأنه بيصير هن لأ هيدا اسمي بتندهول فيه منه طويل وإذا كان طويل مثل ما أنا بحترم اسم كون إذا كان قصير أو طويل عمله هيدا المجهود وندهول باسمي وهيدا الشي خلينا نطبقه على الكل نحترم اسم الشخص لأنه هيدا هو نسأله هو شو بيحب إذا عنده دلع إذا هو عطانا الإذن منسمي إذا لأ نضل باسمه لم نعطي لأ أبو فلان ولا أم فلان ولا طوم بوي ولا فوفو ولا كل هول أوقات فيكون يعني فيكون عطو دلع للولد لأنه صغير بيحسوا أنه مثلا لنقول اسمه فرانسس أو فرانسوا بيصير عم بعطوله فوفو أو أو شي ما بعرف كل حدا بيصير ينقى اسم أو رورو أو شي بيحسوا أنه صغير يعني اللي بقله بس وقت يكون عم بيكبر يعني بيصير هو الشخص عم بيحس بالإحراج أنه ما بقى تعيطو له كمان هون قد الأهل يعني كمان يعني يعني يقبله هنه هو صغير هنه يعطوه هنه قالو لرورو أو لفوف أو قالو وفيه يكون عنده هنه الخيار الحر بحياتهم أكيد يعني هون بتصير يعني الشغل مطلوب من الطرفين يعني الولد هو إذا مزعوج من لقب معين أو من دلع معين ما بيرتاح معه لازم يكون هو يجي عند أهله أو عند أصدقاء يقول بليز عيطولي بهذا الاسم ونفس الشي الأهل بدوا ينتبهوا أنه ما فيهن يضلوا وابنه يكون عمره 30 سنة ويعيطوله كمان ببعضهم باسم الدلع هلأ يمكن بين بعضهم برجع بقول بقلب البيت إذا متفقين واتنينات ومرتاحين ما في مشكل بس إذا في طرف واحد مزعوج أو إذا هذا الدلع أو اللقب عم بيسبب مشاكل أو أحراج أو بيصير عنده برجع بقول لأنه عنده بالمجتمع العربي فيه كلمات والقاب بيصير عنده يستخدم لا أهداف تنمر العليقة بخيار الشخص أو يمكن الجنس تبعه أو خياراته الجنسية أو الجندرية هذا الشي هنا يجب يكون خط أحمر وينحط ستوب لهذا الموضوع في أوقات بيكون أشخاص بسلك العسكري أو كانوا بمرحلة حرب بيعطوا لبعضهم أسماء أوقات فيكون بمسلا كوميونيتي معينة ما بعرف بالكشافة أو بشي يعني هيك مجموعات معينة بيسموا كل حدا اسمت النيكنايم وبيكبر هذا الشخص وبيطلع من السلك أو بيطلع من هاي الكميونيتي وبيضل الاسم عم بينادوله فيه فكمان قدى فيكون أوقات عبق لأنه خاصة مثلا إذا كان بالحرب وعم بيعطوه هيدا اللقب الكتير قوي واللي صار كأنه فارد عليه لازم يكون هو عطول بهيدا القوة يعني مثل ما الاسم من هو الواحد هو صغير خلص فيه طاقة حتى لو كبير بحيال مرحلة من عمرنا بس يتغير اسمنا ونبطل عم يندهلنا باسمنا الأساسي خلص فيه طاقة إضافية عم تنزاد علينا يعني مثل ما قلت بعرف يعني لما يصير فيهول الألقاب أبو الليل وأبو الجماجيم و يعني هلأ مش عم يجو كلهم على راسي طب ما هو بحد ذاته يعني أنا بعرف شخص كان اسمه ما بعرف حتى شو اسمه الأساسي كبرت أنا وصغير بعرفه بالحي عنا بيسمو أبو الليل أنا وصغير كنت خاف منه بس من وراء هيدة التسمية وهو كان شخص هيك كبير جسيم بس ما بعرف شي عن اسمه ما بعرف حياته ما بعرف شخصيته ومثل كأنه هو هيك بيصير فيه هيك هيدة الهيب إنه هو حدا بيخوف بس بيظهر بالمائل إيه وما بعرف إذا أنا يمكن أنا وصغير من وراء اسمه كنت خاف منه بس يمكن هو حدا كتير لطيف فكمان هو للقصص كمان متما قلت إذا نعطوا الألقاب والتسميات بفترات بحرب أو شي كمان إذا خلصت الحرب وهذا الشخص طلع من السلك العسكري كمان يرجع على اسمه ويتخلى يعني كمان فيه أشخاص بيعتبر إنه هيدة مفخرة لأنه بيكون عامل إنجاز طيب بس إنه بدك تضلك تارك معك إنجاز شيء إليه علاقة بحرب الحرب كيف ما برمنا وطلعنا فيها ما فيها شيء ما فيها شيء إيجابي فيه دايما طرف بيكون تعرض لأخسارة أو لموت أو لأزة فحيالله شيء بيذكر بالحرب ما ضروري يكون يبقى معنا يعني بطاقتنا بالحياة بعدين بس نصير بالمدنيين حتى فيه ابن الشهيد أم الشهيد هاي كمان بتصير وقتها يكون فيه كمان بتلحقهم خاصة إذا كان ابن الشهيد يعني كل حياته ملك أنه بده يدفع تمن هيدا الشيء اللي صار وكمان فيها تكون عبق عليه حتى بيصير أوقات عم بيسلموه عباقة الوالد اللي استشهد أو اللي نقتل أو بيصير حمل عليه هيدا الشيء يمكن هو كولد بيندفع بلاحظة عواطف بعرف العيال بتعمل هيدا الشيء بس أوقات فيها تبني كتير إشياء جواته للطفل قردي بس عم بيفقود بيه عم بيقعب كتير إشياء كيف مع كل هيدا اللي اسقطيت صح وبالحديث عن الأشخاص اللي كمان بيصير عنده اسم على بالسن الرشد يعني هنه وكبار فيه شريحة هي الفنانين أو المشاهير اللي بيكون عندهم اسمهم الخاص بعدين بيتبنوا اسم فني يا بيكونوا هن اختاروه أو بأغلبية الأوقات مدير أعمالهم بيعطيهم هيدا الاسم لأنه يصير عندهم انتشار أكتر ويوصلوا على جمهور أوسع هون بمجرد ما صار واحد عنده اسم يعني بدي يصيره يعني عندهم هيدا البرسونة أو شخصية بده تبين قدام الجمهور وهون بيصير فيه مثل صراع لأنه هيدا الفنان بينه وبين حاله أو مع الأهل والمؤربين لقاله بعطوله كلهم باسمه القديم يعني اسم الولابة بعدين بيطلع قدام الجمهور مع المؤيبالات وكل هول بيندهوله باسم تاني يعني بيصير هو عنده مثل عم بيفرج شخصيتين هلأ فيه فنانين بيبقوا هن ذاتهم كهن تصرفاتهم وشخصيتهم بين الاثنين بس فيه كتير منهم بيحسوا بهيدا البرسونة والضغط أنه لازم نكون قدام الجمهور لأنه هيدا اسمنا وبين أصحابنا بنا نكون حدا تاني وهيدا الشي بيسبب كتير هيك مثل ما قالت صراع وفي كتير فنانين يعني من ورا هيدا الازدواجية اللي عيشوها كانت حياتهم صعبة أو مأساوية أو كانت نهاياتها صعبة من ورا لأنه ما كانوا عم يقدروا يخلقوا هيدا البالانس بين حياتهم الخاصة وحياتهم البابليك مع الجمهور لأنه لازم يكونوا بشخصيتهم صحيح في شغلة كمانا كتير ملفتة في أوقات أهل ما بيسموا الولد بس يخلق لأنه بيكونوا كل فترة التسعة تشهر ما اختاروا اسم أو في خلافة على الاسم وما عم يقدروا يوحدوا الاسم في أوقات بيبقى الولد ثلاث أربع تيام ما بيتسمى هلأ في بعض الحضارات والثقافات بتقول أنه ما بيسموا الولد ليصير عمره أربعين يوم لأن بيعتبروا أنه خلاص هلأ كأنه قلع بالحياة لأنه بفترة بيعتبروا أنه من سفر لأربعين يوم يمكن يتعرض لأي شيء سوالاسم بفضله يعطوه بعد الأربعين يوم بس كمان قد أنه ما نكون عم نسمى الولد أو الأهل زعلينين مع بعضهم لأن كل واحد بده اسم إذا في حضارات وعندها عادتها بتقليدها بتتبع هذا الشيء بس بنفس الوقت اللي بيبقوا فترة مثل ما قلت عم يختلفوا على تنقية الاسم وهنا يعني المشكل ما انه مبلش عند ولاية الطفل مبلش المشكل الأساس بالعلاقة بين الكابل وقدي في هن حطين باوندوريز لأهلهم وبين بعضهم أنه لازم يكونوا متوحدين على هيدا على هيدا الشيء يعني هيدا موضوع يعني ما كتير فينا هلأ نصيرا عم نحكي عن موضوع تاني بس كتير صار وسمعين فيها حتى لما يختلفوا بيقرروا أنه يعطوا اسم مركب تا يرضوا الطرفين بيصير أنه ما بعرف حدا بده جان وحدا بده مارك بيطلع الولد اسمه جان مارك والأشخاص حتى اللي بيجيهم التوينز وبيصيروا بده يسموا الاسم اللي بده يبلش بنفس الحرف وبده يكون عنده على نفس الوزن على نفس بيلبقوا مع بعض بيلبقوا مع بعض يعني هون هيدا موضوع تاني يعني عم نحط طاقت نكون حبين اسم وبدنا نلاقي اسم تاني معه عم نحط من الأساس إذا عم نحط اسمين بيشبهوا بعضهم يعني عم نقول من الأساس ما ضروري منبلش من أسميهم وكيف مننا نلبسهم ما نفرض علينا أنه أنتم بتشبهوا بعضكم لازم نعطي كل واحد الكاركتر تابعه كل واحد شخصيته فيه يكون كل واحد اسمه شي مخصه بالتاني سوهون كمان هيدا موضوع لازم الأهل ينتبهوا اللي هلأ عارفين جايون طوأم كمان يفكروا بهيدا الموضوع اكيد فيه شي بعض بتحب تضيفه رودري الموضوع كتير كبير كل ما نعطي أمثلة فينا نتشعب فيه أكتر بس كمان هيك بد ألفت شغلة كمان كتير أساسية أنه حتى وقت نكون عم نسمي أسامي شركاتنا إذا عم نفتح شركة اسمنا على السوشيال ميديا إذا عنا برودجيكت أو عنا برودكت معين عم نسوق له كمان ننتبه شو نحنا عم نسمي الإيميل طبعونا الشي اللي بيمثلنا كمان قد يكون منتبهين لهذه النقطة لأنه كما فيها تكون عم بتأثر عطائة الشركة وعطائة البرودجيكت اللي نحنا عم نشتغل عليه أو السلوغان اللي نحنا عم نعتمده أكيد وحتى يعرفوا بيصيروا يحسبوا كذا شغلة هلا مع السوشال ميديا يفكروا الاسم هين ينحفظ هين ينقر هين ينكتب هين يعمل له هارشتاج يصيروا يفكروا بكل هول القصص بنفس الطريقة إذا عن جد بدنا نعطي قيمة ونفكر بالاسم خلينا كمان نفكر وإن يخلق إنسان أنه نعمل هذا المجهود عندهم إيمي بس كمان مثل ما أنه بهمنا يكون عندنا اسم شركتنا واسم البروداكت اللي عم نخلقه كمان نفكر نفس الشي للولاد لأنه بالنهاية هول رح يكبروا يصير عندهم حيات مشاعر واسمهم رح يرتبط فيهم رح يرتبط فيهم كل حياتهم وهون في شي غمنية لفيروز اللي أصلا اسمه مش فيروز اسمه وهات حداد بتقول اسمينا شو تعبوا أهلنا تلاقوها شو افتكروا فينا وهون السؤال عن جد قديش الأهل بيفتكروا عن جد فينا ونحن إذا أهل بدنا نقرر ونسمي قديش رح نفكر بولادنا وبالاسم اللي عم نختاره لأنه مش كل شي نسمعه بالأغاني وبالقصايد لازم يكون صحيح فخلينا نكون وعيين على هيدا النقطة ولكل هلأ اللي عم يسمعوا وعندهم يمكن إشوز أو مشاكل مع اسمه ونوش عارفين شو بدون يعملوا تقدروا تتصالحوا مع اسم كون فهموا معناته إذا أهلكم بعضهم عايشين أو بتعرفوا تسألوا ليش نقولكم هيدا الاسم فهموا إذا يمكن نسميتوا عاسم جد أو عاسم حدا مشهور عرفوا شو كانت السوركمستانس أو السيتيواشن اللي تسميتوا بهيدا الاسم إذا بغض النظر إذا بتحبوه أو لا فهموا اسم كون وعرفوا شو بدكن تاخدوا من هيدا الاسم إذا بتحبوه بتتركوه إذا ما بتحبوه إذا قانونيا قدرين تغيروه كتير منيح إذا مش قادرين ممكن بام مع يعني يبقى اسمكم على الهوية بس يصير في اتفاق مع محيطكم وعائلتكم إنه يندهولكم باسم تاني إنتوا بتختروه لتكونوا إنتوا مرتاحين يوميا إنه هيدا الاسم بيشبهكم إذا اسمكم بيذكركم بحدا من العائلة وإنتوا ما بتعرفوا هيدا الشخص أو ما كتير بتحبوه كمان عملوا مصالحة مع هيدا الشخص لأنه كتير مهم قبل ما نتحرر من الاسم خلينا نتحرر من طاقة الاسم وإذا ما نحب اسمنا خلينا نفهم طاقته لنعطي قيمته لهيدا الاسم ونكون عن جد مش إنه منشبه اسمنا بس نكون متوازين يكون في بالنس بين اسمنا وشخصيتنا هيدا الشي اللي أخد اللي أنا كتير وقت يمكن فهمته واشتغلت عليه كتير وبعدني بشتغل عليه باسم عائلتي قبل الزواج حمال اللي هي فيها بحمل كتير وفهمت بس فتت بمجال الطاقة والعلاج بالطاقة وارتفع الوعي عندي قدي في محلات أنا كنت أجذب أو كون بسيتيوائشن فيها أحمل كتير وكنت حط حالة بمواقف مع الأصحاب أو مع الشركة أو أنه أنا معالي بتحمل بتحمل فيها أحمل قد ما تعطوني فيها أحمل بعدين بلاش يبين معي واخدلي وقت ومثل مع طول بقول بنظلنا منشتغل للنظف بالوعي وباللوعي أثار الاسم أو اسم العائلة لأنه اسم عائلتك هو مثل كتير أسامعية بلبنان جايين من مهن حداد نجار سكاف حمال حمال يعني كلنا بنعرف أنه بس نقول الحمال بيجي عراسنا صورة شخص يمكن كبير بالعمر أو لا أو حامل كياس وقصص تقيلة على ظهره يعني الصورة شوية فيها هيك بتفرجة يمكن عذق أو حمل أو تعب أو ألم فلما نقدر نفهم هيدا الشي ونعمل مقارنة مع حياتنا وكيف العالم تتصرف معنا هون بنفهم شو أنا آخذ من هيدا العائلة بدي ضلني بدي ضلني آخذ هيدا الشي أو بدي لا اكسره وأنا أفرض يكون عندي حدود مثل كمان حدا إذا اسمه كريم أو من بيت كريم أو عائل تكريم يعني ما ضروري يعني هيدا الشخص يكون كريم مع الكل ويعطي اللي فوق أو اللي تحته إذا كان مديا أو يكون متوفر دايما لكل العالم لازم يقدر يفهم أنه الكرم كفضيلة بده يخضر وينمي بشخصيته الكرم بالحب وبكل هول بس نفس الوقت يقدر يكون عنده حدود وما يكون باب مفتوح للكل إلى آخره كل واحد هلأ عم يسمعنا فيه يعمل جديد ويشوف شو بيشبه من حاله شو في باسمه شو بده يغير شو بده يبقي يخلي رودريك شكرا كتير على كل هيدا المعلومات اللي شاركتنا فيها وإن شاء الله نكون عن جاد بهيدا الحلقة رفعنا الوعي ضوينا على موضوع يمكن الناس ما كانت متنبهت له أو في ناس بتعريف بس مش عارفة كيف تطلع من كل هيدا القصة أو تساعد حالها تتحرر شكرا كتير لألك ومثل ما قالت فينا على طول عنا يكون عنا الخيار أنه نتصالح نفهم النية نفهم شو صاير وناخد اللي بدنا ونترك أو نتحرر من اللي ما بقى بيفيدنا وبيفيد مصلحتنا أو خيرنا الأعلى على طول فينا نغير حتى لو اسمنا اللي منقول اسمنا ما حيتغير حتى الاسم فيكون تغيره إذا أنتو نعين تغيره فيكون تغيره أكيد شكرا كتير لألك رودريك طائد حبة كتير كبيرة مني من رودريك لألكون لقوني الأسبوع اللي جاي بحلقة جديدة واهتموا على طول بحالكم